قبل سنوات قليلة فقط كانت هذه الآلاف من الفدادين يكسوها الاخضرار همة الضياء حمزة وابنه جعلتهما يواصلان ري الأرض بعرق الجبينة في حقل الأرز هذا لم يزرع سوى فدانين من أراضيهما بسبب ارتفاع الحرارة وقلة الأمطار إذ فرضت الدولة قيودا للحفاظ على الموارد المائية كل سنة نزرع قاعدنا 24 دونم السنة سبب الشحة مال المياه والدولة منعت الزراعة مساحة الأراضي المزرعة في النجف انخفضت من 52 ألف فدان إلى 1600 فدان موجات جفاف شديدة تجداح العراق لتهدد المجال الزراعي سابقا نحن كنا نزرع شلب أو حمطة محصول شيء توصي فيه وقسم الناس صحة مخاضية قليلة والآن السنة لا شلب ولا حمطة لأن الماء ينقطع نهائيا أرز العنبر من أجود أنواع الأرز في العالم له نكهة طيبة ويصدر إلى خارج العراق غير أن الظروف الزراعة تأثرت كثيرا فسبعون في المائة من موارد بلاد النهرين تأتي من دول الجوار ظروف جعلت الفلاحين بين مطرقة التغيرات المناخية وسندان القوانين الجديدة